موسيقى مشاهدين الكرام حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها المصدر أونلاين رئيس جامعة الحديدة المعين من قبل ميليشيا الحوثي يصادر نصف رواتب زملائه أعضاء هيئة التدريس موسيقى موقع تابع للجيش الوطني يؤكد المعارك في نهم لم تتوقف وقواتنا في تقدم مستمر صحيفة عربية تقول إن الحرب لم تمنع اليمنيين من الاحتفال بأفراحهم موسيقى عرب 48 لأكثر من مئة مرة قوات إسرائيلية تهدم قرية فلسطينية موسيقى أهلا بكم لا تخلف الحرب غير المزيد من النازحين داخل بلادهم واللاجئين خارجها وقد أصبح للاجئين اليمنيين في ماليزيا كيان ووفقا لموقع الصحوانت فقد انتخبت الجمعية العمومية لاتحاد اللاجئين اليمنيين في ماليزيا بمشاركة عدد كبير من اللاجئين اليمنيين وبحضور منذوب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رئيسا وأمينا عاما للاتحاد وهيئة إدارية ولجنة للرقابة والتفتيش ووفقا لبيان صادر عن الدجرة التحضيرية فإن لجنة الانتخابات فتحت باب الترشيح في أجواء خيمت عليها روح المسئولية والحرص على مصلحة اللاجئين اليمنيين في ماليزيا وإظهار اليمن بصورة لائقة ومشرقة مضيفا أجريت عملية الاقتراع في مناخ ديمقراطي جسد الحرص الكبير على إنجاح الانتخابات وثمن الاتحاد موقف ماليزيا المشرف تجاه اليمنيين والتسهيلات المقدمة للجالية اليمنية مشيدا بدور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في إنجاح هذه الانتخابات في موقع المصدر أونلاين عنوان من محافظة الحديدة رئيس جامعة الحديدة المعين من قبل الحوثيين يحرم 191 مدرسا من نصف رواتبهم وعلق الموقع رئيس جامعة الحديدة الحكومية المعين من قبل جماعة الحوثيين يحرم أساتذة في الجامعة من نصف الراتب الخاص بشهر أبريل والبطاقة السلعية الخاصة بالمواد الغذائية وقال مصدر في هيئة التدريس المصدر أونلاين إن رئيس الجامعة هددهم بالفصل واتخاذ الإجراءات ضد أعضاء هيئة التدريس الذين شاركوا في الإضراب الشامل بعد انقطاع الراتب لأكثر من خمسة أشهر وقام رئيس الجامعة المعين من قبل الحوثيين بعد ذلك بإجبار بعض الدكاتر والمعيدين على تدريس مواد المضربين عن العمل قبل أن يتخذ ضدهم الإجراءات الأخيرة يتابع الموقع تتهم الحكومة والأمم المتحدة سلطات الانقلاب بالاستيلاء على موارد مؤسسات الدولة واستخدامها في تمويل حروبهم ومنافعهم الشخصية وعدم توريدها للبنك المركزي من أجل صرف الرواتب محمد شداد كتب في موقع الموقع بوست عن حالات تيهي الشعوب رغم أحقيتها في تحديد وقيادة مصيرها وقال الكاتب في جزء من المقال التيه والقفز على الواقع والنظر إلى ما وراء الجبل وملاحقة ما وراء الشك والضنون ومحاكمة النواية وتجاوز الحقيقة ذاتها تعد غواية تقود الشعوب إلى تيه أكبر وشتات أشد في الوجهة والمبتغى وخاصة في وطننا العربي فاقد الوجهة ونجوم سير الاتجاه لأنه رفض الانصياع للواقع والوقوف على جراحاته وخلافاته المتنافية مع أهدافه بصدق دون تحيز إلى فكر أو هوا سياسي دوافعه حب الموجة المندلقة إلى كراسي السلطة والجلوس عليها بعيدا عن الحق العام والخاص للشعوب وطموحاتها التي لم تنتهي ولن تنضب إلا بتحققها ما لم فعجلة الصراع لن تقف ونزيف الدم لن ينتهي الشعوب هي صاحبة الحق ومصادر السلطة ورافعتها الأولى والأخيرة التي إن بنيت سلطة بدونها مهما ارتفع بنيانها وحسن مشيدوها ستبقى هشة الأساس ومرتعشة القوائم ضئيلة القدر مظلمة الجوانب والأركان ولهذا فإنها ستبقى في حال تربص وصخط دائم من قبل عامة الشعب المظلومين وفي مرمى نظراتهم وعيونهم التي حتى وإن أعطت النوم أجفانها فظلمها وبؤسها تحتها لن ينام وصلت دول الغرب إلى تلك الحقيقة وتوصلت إلى أدوات تحققها وحل معضلة الحق لشعوبها في اختيار السلطة والحاكم الممثل لها وحددت مدة الحكم التي لا تتجاوز الفترتين وثبتت العدادات التي تراقب الزمن واخترعت الآليات التي تحصل منجزات ومدى تحقق برامج انتخاب كل مرشح للرئاسة وحزبه من عدمه الأمر الذي خلق روح التنافس في العمل وخدمة الأوطان وتصطير تاريخ من البطولة والمنجزات التي ستسجل في سفر حياة كل واحد منهم لأنهم أيقنوا أنه لا محال تراحلون وسيبقى التاريخ ومدوناته ورصده الدقيق لكل حدث في حياتهم قل شأنه أو كبر لماذا فشل تنظيم الدولة في كسب موطئ قدم له في اليمن بالرغم من أن التنظيم أعلن عن نفسه في 2014 تجيب مؤسسة جيمستاون الأمريكية على هذا التساؤل المهم في تحليل لها ضمن برنامج مراقبة الإرهاب وأترجمه للعربية يمن مونيتور إلى أن ذلك يعود قبل كل شيء إلى التنافس بينه وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب الأكثر مرونة والقابل للتكيف ثانيا التفسير المطلق والمتطرف للإسلام الذي تحتضنه قيادة تنظيم الدولة هو غريب إلى حد كبير على الغالبية العظمى من اليمنيين يضيف التحليل حتى أولئك اليمنيين الذين اتقعوا وجهة نظرهم نحو أقصى جذور الطيف العنيف من غير المرجح أن يدعم التكتيكات الدموية التي يستخدمها تنظيم الدولة وثالثا فإن النهج التجميعي من القمة إلى القاعدة في القيادة والحكم لا يشير بالمطلق إلى أنه قريب من المجتمع اليمني الذي يقدر القيادة التعاونية واحترام الأشكال التقليدية للحكم إلى محافظة المحويت التي تحاول الخروج عن صمتها الطويل على ممارسات ميليشيا الحوثي ضد أبنائها وفقا لموقع المشاهد نت فقد خرج العشرات من أهالي محافظة المحويت بمظاهرة حاشدة ضد تصرفات الحوثيين وانتهاكاتهم المتكررة في المحافظة يضيف الموقع جاب المتظاهرون شوارع المدينة مرددين هتافات تطالب برحيل الحوثيين وتأتي هذه المظاهرة عقب مواجهات مسلحة اندلعت بين جماعة الحوثي ومواطنين قبليين في مديرية الخبط بمحافظة المحويت بسبب حملة عسكرية لمسلحي الحوثي لابتزاز التجار هناك يتابع الموقع تعتبر هذه المظاهرة هي الأولى التي تخرج في المدينة منذ سيطرة الحوثيين وحليفهم صالح على السلطة أفت السلاح وإدمان العنف تحت هذا العنوان كتب فتح أبو النصر مقاله المنشور في المصدر أونلاين وقال في جزء منه خلاصة الإشكالية التي نعانيها في اليمن سببها السلاح المنفلت خارج نطاق الدولة ذلك السلاح المهوس بالعصبوية السلالية والمناطقية معا وأما من تسبب بإسقاط الدولة وشق المجتمع وفجر هذه الحرب اللعينة فهي الميليشيات الإنقلابية لا غيرها بلا مواربة ولا خداع ولا تحوير ولا تبرير بمعنى أن نكبتنا في السلاح المنفلت الذي تحول لميليشيات كما في الدولة التي منذ عقود لم تحتكر السلاح وهكذا ببساطة أكبر جريمة هي الميليشيات التي التهمت الدولة وما بعد ذلك مجرد نتائج للسبب الجرائم المهول الذي لا يبرر وأما من يؤججون الترهيب والعنف فهم الذين ينفضون سلوك الدولة الضابطة ويصفقون للميليشيات بالمقابل كما ينفضون الحريات والحقوق المتساوية ويتواصون بالشر والتطرف فقط ثم حين تغيب الدولة تحضر العصابات تلك حتمية وبالطبع فإن تقويض الدولة واختطافها هما أكبر إرهاب وأكبر فساد بالمحصلة وعليه فلا سلام مع سلاح خارج نطاق الدولة الضامنة لمصالح جميع اليمنيين ولن تقوم لليمن القائمة إلا إذا احتكرت الدولة السلاح ما لم فستبقى مرتعا للعصابات المسلحة من كل صنف ونوع وتاريخيا أكبر مذلة ومهانة كابدها الشعب اليمني كانت تأتي من أولئك الاستغلاليين الذين أعاقوا نهوض المجتمع والدولة بما لقبوا أنفسهم بالشيخ وبالسيد رافضين أن يكونوا كبقية الشعب المقهور مواطنين متساوين أمام القانون في الحقوق والواجبات ومجذرين السياج الطبقي الامتيازاتي وبسبب هؤلاء تحول السلاح إلى سمة يمنية بامتياز وها نحن نجني تبعات وعيهم الضال ميدانيا قال موقع سبتمبر نيت التابع للجيش الوطني إن المعارك في نهم لم تتوقف وإنها تواصلت بين قوات الجيش الوطني وميليشي الحوثي وصالح الانقلابية في أعدة مواقع بمديرية نهم البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء وذكرت مصادر ميدانية لسبتمبر نيت أن المعارك بين قوات الجيش والانقلابيين تركزت في مناطق المدفون والقتب والصافح وتزامنت المعارك مع قصف مدفعية قوات الجيش مواقع الميليشيا الانقلابية في مناطق المدفون وبني بارق ومسورة في فقراتنا قصة وصورة نطالع ما جاء في موقع المشاهد نيت والذي نشر صورة لمدينة تعز المحاصرة في الليل وقد غطى الظلام أجزاء منها لكنها وبالقليل من الألواح الشمسية تواجه هذا الظلام وتحاول الخروج منه بأقل الأضرار الصورة التي التقطها أكرم الراسني معلقا عليها أن تعز مضاءة بالقمر والطاقات الشمسية أظهرت جزءا من جمال المدينة وذكرت بالوضع الإنساني الذي تعيشه المدينة وعلق المشاهد ما زالت قذائف جماعة الحوثي ترسل الموت لأطفال المدينة وسكانها الآمنين رغم الحرب تظل تعز عابقة بالحياة والضوء والدهشة وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد عماني على الجنيف عماني على طريق تفاوض مسدود بالتزامن مع تصعيد ميداني على الأرض ولأجل هذه المناسبة كتبت صحيفة العرب الجديد بعد عامين على أول جولة مشاورات يمنية برعاية الأمم المتحدة تتواصل الحرب المستمرة في البلاد وتراوح بين التصعيد حيناً والجمود المفاجئ حيناً آخر في ظل ما يشبه طريقاً مسدوداً وصلت إليه جهود الأمم المتحدة المنظمة الدولية فشلت في إعادة موثلي طرفي الأزمة في اليمن إلى طاوية المفاوضات غير أن البلاد لا تعدم التطورات التي قد تؤدي إلى تغير محوري في مسار الوضع خلال الفترة المقبلة العديد من جباهات المواجهات المباشرة بين الميليشيا وقوات الشرعية شهدت تصعيداً في الأيام الأخيرة تركز في محافظة التعز المشتعلة بالحرب منذ أكثر من عامين في ظل حالة من الكر والفر بالإضافة إلى منطقة نهم الواقعة شرقية العاصمة صنعا تتابع الصحيفة فشلت جولة المفاوضات الأولى في جنيف برعاية الأمم المتحدة لتعود الحرب بواتيرة أكثر تصعيداً قبل أن تتمكن الجهود الدولية من جمع الطرفين مرة أخرى على طاولة في مدينة بيل أسويسرية وهي ثاني محطة مفاوضات يمنية كانت تطور فيها شكلياً عن الأولى تم تجاوز الخلاف حول صيغة التفاوض فيها لكن مخرجاتها بقيت حبراً على ورق وانتهت المفاوضات بالتزامن مع تصعيد عسكري ساد مختلف الجبهات مسلحون قبليون يقطعون طريقاً استراتيجياً يربط صنعاء بوسط وجنوب البلاد وذلك كما تقول صحيفة الخليج بسبب اعتقال أجهزة الأمن التي يديرها الانكلابيون شخصية قبلية تنتمي إلى مديرية سنحان مسقط رأس المخلوع صالح وذكر شهود عيان أن مجامع مسلحة قطعت طريق نقيل ذي يسلح بمديرية بلاد الروس جنوب العاصمة ومنعت حركة المركبات على الطريق الحيوي والهام الذي يربط العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار وإب وتعز وعداً وضفت المصادر أن مسلحين تابعين لأحد المشايخ الذي تم احتجازه من قبل جماعة الحوثي قاموا بقطع الطريق ما أدى إلى شل حركة مئات السيارات التي علقت في الجانبين وذلك للمطالبة بإطلاق سراحه وكانت شباكات عنيفة اندلعت في حي بيت بوس بعد حصار السلطات الأمنية التي تديرها جماعة الحوثي لمنزل الشيخ القبلي مختار القشيبي المقرب من المخلوع صالح بعد إقدامه على قتل مهندس تابع لوزارة الأوقاف ومرافقه حينما حضرى لمعاينة مخالفة في البناء قام بها القشيبي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي كتب مقالا عن مرور خمسين عاما على النكسة التي حدثت للعرب وبدرجة أكبر للفلسطينيين وقال الكاتب في مقاله المنشور في صحيفة الخليج بعد مرور خمسين عاما على أطول احتلال في التاريخ الحديث أو كما وصفه بعض الدبلوماسيين بالاحتلال الأطول في تاريخ الأمم المتحدة وبعد حوالي سبعين عاما على النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني هناك خمسة استنتاجات لا بد من توضيحها الاستنتاج الأول أنه رغم العدوان الإسرائيلي الشرس وهزيمة الجيوش العربية صمد الشعب الفلسطيني في وجه هذا الاحتلال وأصر على البقاء على أرضه مستلهما الحكمة من تجربة التهجير القاسي عام 1948 وبصموده فإنه صنع أهم إنجاز حققه حتى الآن بخلق وجود ديمغرافي مقاوم ألحق الفشل بالمشروع الصهيوني الذي كان هدفه ترحيل السكان الفلسطينيين لإحلال اليهود الإسرائيليين مكانهم كما جرى في معظم أراضي 1948 من قبل ولا شك أنها مفارقة تاريخية أن يولد هذا الإنجاز الإنساني من رحم الهزيمة العسكرية ولولاه لنجحت إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية الاستنتاج الثاني أن كل حكومات إسرائيل من يسارها إلى يمينها لم ولا تريد السلام بل أرادت احتلال كل فلسطين ونشر الاستيطان الاستعماري الذي تشاركت في إنشائه وتوسيعه كل حكومات إسرائيل بغض النظر عن طبيعة الحزب الحاكم أو رئيسه ولا فرق هنا بين جولزمائير أو رابين أو بيريز أو بيغين أو نيتنياهو أو شارون كلهم عملوا لنفس الهدف وجميعهم عارضوا وحاربوا حق الفلسطينيين في الحرية وعملوا على منع قيام دولة فلسطينية مستقلة وحقيقية الاستنتاج الثالث أنه لا سبيل لدى الشعب الفلسطيني سوى تغيير ميزان القوى لصالحه وأن مفاوضات تجرى بدون تغيير ميزان القوى هي دعوة للاستسلام ولن تكون نتيجتها سوى أن تستخدم غطاء للتوسع الاستيطاني وتجارب المفاوضات خلال 26 عاما خير دليل على ذلك الاستنتاج الرابع أن ما نواجهه كشعب فلسطيني غير مسبوق في التاريخ الحديث فنحن نواجه نظام قمع معقد وأربع عمليات متداخلة في نفس الوقت الاستنتاج الخامس أن شعب فلسطين طوال هذه السنوات من الاحتلال لم يرضخ ولم يستسلم وقاوم هذا الظلم الاحتلالي والاستيطاني وما زال يقاومه وسيبقى يقاومه ويصر على حقوقه بما في ذلك حق العودة للاجئين إلى ذيارهم التي يهجروا منها الأعراس اليمنية متكدرة لكنها أكبر من مخاوف الحرب هذا ما تقوله صحيفة القدس العربي وتعنون الاحتفالات لم تتوقف حتى أثناء القصف والبعض استعاد عن القاعات والبيوت بالخيام وتقول الصحيفة على الرغم ما فرضته الحرب من معاناة كبيرة على اليمنيين إلا أن أصوات وأضواء خصوصية أعرازهم التقليدية لم تخفض وإن تراجعت بعض مظاهرها وعلىها تكدر جراء ما يعيشه هذا البلد الفقير من حرب حديثا في صنعاء لم تمنع ظروف الحرب عائلته محدودة الدخل من إقامة العرس وإن ضاقت عليهم دائرة البهجة يقول وفيق سلام إمكاناتنا بسيطة وعلى الرغم من ذلك كان العرس جميلا وكان أجمل مما توقعته وقد تجاوز تفاعل الناس ما كان عليه قبل الحرب تضيف القدس ربما يعود ازدياد التفاعل الاجتماعي في اليمن مع الأعراس خلال الحرب إلى كون الناس في هذا البلد الذي صار ممتلئا بالفاقة باتوا يجدون في الأعراس متنفسا لالتقاط أنفاسهم واستعادة توازنهم نسبيا مع الحياة للمرة الرابعة عشرة بعد المئة على التوالي تهدم إسرائيل قرية العراقيب في فلسطين بحسب موقع عرب 48 الفلسطيني والذي أضاف اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف وهدمت منازلها المكونة من ألواح الصفيح وذلك للمرة الرابعة عشرة بعد المئة على التوالي وقال أهالي العراقيب إن الأليات والاجرافات هدمت الخيام وألواح الصفيح التي تؤوي العائلات وشردتهم بحماية من الشرطة ولم تراعي شهر رمضان وظروف التقس الحار الذي تشهده المنطقة السلطات الإسرائيلية تواصل منذ سنوات محاولات تهجير ما تبقى من سكان أراضي العراقيب وتطالب أهالي القرية بدفع مبلغ 2 مليون شيكل مقابل مصاريف هدم العراقيب ولا تعترف السلطات الإسرائيلية بنحو 45 قرية عربية في النقب وتقوم باستهدافها بشكل مستمر بينما تشرع ببناء تجمعات استيطانية لصالح اليهود في النقب واحد من أكثر الأخبار المنوعة تداولا ما ورد في صحيفة عكاظ والتي عنوانت صدفة تكشف تبديل مستشفى لطفلتين بعد 26 عاما وقالت الصحيفة إن سيدة في النمسا اكتشفت أن الفتاة التي ربتها طيلة 26 عاما معتقدة أنها طفلتها لم تكن كذلك بعد أن لاحظت الفتاة بالصدفة اختلاف فحص جديد لفصيلة دمها عن تلك التي كتبت في سجل ولادتها واكتشفت الشابة دوريس جرونت باليد خلال فحص للدم وفحص دي ان اي أنها ليست ابنة الأم التي ربتها وحمل القضاء النمساوي مستشفى في جراتس جنوب البلاد المسؤولية عن عملية الخلط بين طفلتين عند الولادة قبل 26 عاما وحكم عليه بدفع ضرر إلى عائلة المدعية مع أن التفتيش عن الطفلة الأخرى لم يعطي نتيجة وألزمه بدفع تعويضات قدرها 30 ألف يورو إلى الوالدين والشابة المعنية الذين باشروا العملية أمام المحاكم المدنية في العام 2015 ووجه المستشفى نداء إلى النساء اللواتي أنجبنا أطفالا في 1990 ليخضعنا لفحوص دي ان اي إلا أن الفحوصات التي أجريت حتى الآن لم تسمح بمعرفة هوية والدة الطفلة أثناء زيارة المصور الصحفي الأمريكي لوك سومرز إلى اليمن قام بالتقاط مجموعة من الصور لتقوم عائلته بنشر ثمان صور منها للتذكير بالدور الذي قام به أثناء إقامته داخل اليمن والتي صادفت قيام ثورة 2011 فيما تقول عائلته بأنها ما تزال تشعر بالأسى لرحيله وذلك بعد اختطافه من قبل القاعدة وقتله أثناء عملية إنقاذه حيث يرتبط اليمن في ذاكرتها كمكان للعنف والدمار والقتل نتابع هذه الصور المنشورة في موقع الموقع بوست اشتركوا في القناة بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر